يا صباح الخير مجدداً ومرحبا بك ويعطيك الصحة على وقفتك الشجاعة في هالأجواء هي أجواء الحقيقة طيبة لأنه فما ثلج وفما خير ربي يما نعرف برد كبير في القاسرين أكيد زياد برد كبير خطر نحن نعيش في درجة حرارة تقريباً بين 3 و 7 درجات في عدد مناطق وتوصل العشرة بمناطق أخرى ولكن في المرتفعات درجات الحرارة تكون قليلة برشة في 2 و 3 درجات تعين تقريباً البرح في شمال الولاية كانت فما تساقطات للثلوج بعدد مناطق على غيرار منطقة بودرياس من معتمدية فوسينة أيضاً منطقة بوحية ودرنية ولكن الثلوج لساقطة البرح اليوم مستقرة فقط في مرتفعات الجهة في مختلف الجبال ونحن حالياً موجودين بصفحة جبل الشعانبي كما نشوفه المشهد وراية أنه فما تساقطات ثلجية في معناها قمة الجبل الشعانبي تساقطات الثلجية هذه ممكن أنها تتجدد اليوم العشية خاصة أن توتق قريباً الجواء التقصى مستقرة كمية الأمتار اللي شهدتها ولاية القسرين خلال 24 ساعة الأخيرة ما كانتش كافية بش تروي ضمع الأرض وجوزاتش 2.5 مليمتر بكامل لولاية القسرين فماش معناها أضرار أو إشكاليات صارت في ولاية القسرين على مساوى الطرقات أو المسالك الفلاحية أو الأوجية باعتبار كما قلت أنه تساقطات الأمتار ما كانتش كافية كانت بين 1.2.5 مليمتر وكنا قامل زيادة حكينا على الجفاف والشح المياه اللي تعيشوا ولاية القسرين واللي يتهدد الجهة المهددة بالفقر المائي وسط نقلة الأمتار وسط الحفر العشوائي للأبار ونعرف أنه عدد من جهات ولاية القسرين اللي تشهد هبوط في مستوى المائدة المائية وصلة الزوز مليمتر بمعتمدية سبيبة كل هذه العوامل تأكد على أهمية إيجادة استراتيجية وطنية للمحافظة على الثروة المائية ولتجاوز هذه الأزمة هي مش وطنية أو جهوية هي الأزمة العالمية من خلال بعض المقترحات تواجهة لزراعات الكبرى تواجهة لزراعة الغرس الزيتين البعلية التوجهة لإحداث سدود كبرى تكون كفيلة بتجميع مياه سيالين ونحن نعرف أنه ولاية القسرين فيها برشة أوديا تستقبل مياه سيالين اللي دي من شقيقة الجزائر في صورة ما صرت أمتار أو ثلوج أو ما شابه في الجزائر نحن نعرف أنه في ولاية فيها الجزائر الشقيقة فما تسقط الثلجية وأيضا فيها فما مياه هذا اللي يخلي الأمر أو يطلب بشكل استعجالي تفعيل مشروع سد بلعابة اللي يكفيل بها تجميع مياه سيالين اللي الضايع في الأنهر والبحار في ولاية القسرين وبهذا نكون جمعنا بعض الماء اللي نجم ينقذ المائدة المائية في ولاية القسرين معناها بخلاصة نحن ما بين أمس واليوم خلال 24 ساعة الأخيرة تسقطات الأمتار كانت 2.5 مليمتر التسقطات الثلجية في شامل الولاية خاصة مستقرة حالياً بيئة المرتفعات فما تقص بيرت برشا وإن شاء الله للقادم أو العشية أو غدوة يكون فما أمتار تكون بشرة خير لفلاحي ولاية القسرين اليوم يتدمر برشا من شوحة المياه ومن قلة الأمتار ومن تضرر القطاع الفلاحي في كامل ولاية القسرين ناليك ولكل الفلاحين سواء كانوا في الجسرين أو في أي نقطة من طلب الجمهورية مشكورة جداً نادية على المجهود المبذول وعلى الشجاعة البالغة في مواجهتها العوابل الطبيعية كله يعطيها صحة نادية الحقيقة نشطة برشا ودائماً موجودة معنا تقريباً يومياً في المباشر